اهلا بكم بدأت اليوم هدنة لوقف اطلاق النار في خمس مدن أوكراني هي كييف واخر كييف وماريوبول وإضافة إلى تشيرنيهيف وسومي حيث تهدف من هذه الهدنة إلى فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين لكن بعد ساعات فقط على بدء الهدنة بدأت الاتهامات المتبادلة بخرقها لا سيما في ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا حيث اتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية اتهمت روسيا بعدم احترام الممر الإنساني هناك وقالت الخارجية الأوكرانية إن روسيا استهدفت الممر الإنساني بالتحديد مشيرة إلى أن الجيش الروسي لم يسمح للنساء والأطفال والمسنين بالخروج من المدينة وكانت روسيا أعلنت بالأمس أن ماريوبول ضمن أربع مدن سيتم فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين منها يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أوقفت إطلاق النار في أوكرانيا منذ تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينج وفتحت ممرات إنسانية من كييف وأربع مدن أخرى هذا وأكدت الحكومة الأوكرانية أنه تم توفير ممر آمن للسماح للمدنيين بمغادرة مدينة سومي المحاصرة هذا وأقلت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وطيرة تقدم القوات الروسية في البلاد تباطأت بشكل كبير وأكدت أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية داخل مناطق العمليات الجنوبية والشرقية والشمالية مشيرة إلى استمرار الدفاع عن مدينة تشيرنيهيف وكذلك عن العاصمة كييف معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل حذيفة أهلا بك إلى الرابعة كنا نتحدث عن اشتباكات متقطعة ماذا عن الوضع الآن وأين أنت تحديدا نعم أهلا بك عادل أنا الآن في محطة القطار الرئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف إلى هذه المحطة يتوافد المواطنين الأوكرانيين من جميع ضواحي العاصمة ومن المدن القريبة لتحرك بالقطارات في اتجاه الغرب غرب أوكرانيا لإجلاء من هذه المناطق الساخنة هنا في العاصمة كييف وضواحيها وحتى من بعض المدن القريبة من العاصمة كييف طبعا عادات كبيرة جدا من الناس تتوافد إلى محطة القطار بالبوساط وبالحافلات وهنا طبعا يمكن ركوب القطار بدون تذاكر وبدون حجز مسبق فقط الوجهة التي تتوجه إليها تتوجه إلى القطار إذا استطعت الركوب أو إيجاد مكان إذا لم تستطع تجد مكان تنتظر القطار الذي يليه أنا وجد هنا أشخاص ينتظرون منذ يومين ومنذ ثلاثة أيام ينتظرون فرصة للصعود إلى القطار طبعا هنا الكثير من العائلات تأتي تركت كل شيء وتتجه غربا طبعا عندما أسأل الناس إلى أين هم يتوجهونهم يجيبون بكلمة واحدة إلى الغرب ثم بعد ذلك من ينتظرهم ماذا ينتظرهم من سيستقبلهم هم لا يعرفون ولا يدرون وهذا ليس أكبر وأهم أولوياتهم في هذه اللحظة هم فقط يرغبون في الخروج من هنا من مناطق القصف والمعارات دعنا وأنت تتحدث حذيفة دعنا نرى هذه الأجواء وبالتالي أيضا نعرف كيف يمكن لهؤلاء حتى تنظيم نقلهم إلى أي المدن يذهبون هل إلى مكان آمن أم عبر الحدود الأوكرانية إذا تكرمت دعنا نرى الأجواء تفضل نعم في الحقيقة الناس تتحرك إلى غرب أوكرانيا إلى نيكلايف وهناك طبعا طريق آخر إلى فينيسيا وإلى الجنوب الغربي أيضا إلى الحدود الرومانية وإلى مولدوفيا وإلى أيضا إلى الغرب مباشرة إلى بولندا هذه هي الجهات إلى الجهات إلى الغرب إذن المواطنين يحاولون أن يجوء إلى المناطق الأكثر أمانا أما بخصوص وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فطبعا هناك وقف إطلاق النار لكننا لاحظنا أيضا في الاتجاه الشرقي للعاصمة الأوكرانية كيف كان هناك عملية إطلاق نار اليوم يعني في وقت محدد ولكن بعد ذلك توقفت عمليات إطلاق النار في هذه المنطقة طبعا كما تشاهد الآن أمامك هذه البوابة الرئيسية هذه البوابة تشهد دخول للمواطنين بكميات كبيرة لا تتوقف يعني يستغلون فترة الهدوء أو الهدنة نعم طبعا هم يستغلون فترة الهدوء ولكن أؤكد لك أن هذه المحطة هي لا تتوقف حتى في وقت إطلاق النار هي لا تتوقف طبعا الأوكرانيين يعتبرون أن القطار سيكون أأمن وسيلة للخروج من العاصمة كييف وإلى الغرب الأوكراني كما أنه يعني الوسيلة غير أنه الوسيلة الأأمن أيضا هي الوسيلة المجانية المتوفرة الآن ويستطيعون أن يأخذوا معهم بعض من المتاع طبعا يتوافد إلى هنا طبعا أيضا العائلات الرجال يوصلون السيدات والأطفال المغادرين ثم بعد ذلك يعودون لأنه طبعا تعلم أنه غير مسموح بالمغادرة للرجال من السن السادسة عشر وحتى الستين عفوا نعم من السن الثامنة عشر وحتى الستين هل يعتبر حذيفة هل يعتبر مسار هذا القطار مسارا آمنا لهم أم أنه هناك أيضا صعوبات باستهدافه على الأقل أو الاشتباكات حول مسار سكة الحديد طبعا مسار القطار هو يعتبر مسار آمن وقالت الحكومة أنها تؤمن الطريق إلى الغرب بشكل كامل فلذلك هذا يعتبر أأمن مسار طبعا أعلنت المناطق الغير آمنة في ضواحي أو في الاتجاهات المختلفة للعاصمة كييف نتحدث عن منطقة بوتشا ومنطقة يربين وأيضا نتحدث عن فيشقردني سيفرني ريون هذه المناطق تم الإعلان عنها كمناطق غير آمنة هنا أيضا كما تشاهد في الشاشة يبدو أن البعض قد بدأوا في إيجاد طرق أخرى بعد أن لم يستطيعوا أن يجدوا مكانا في القطار الآن بعض الحافلات تقل بعض المواطنين للمغادرة من هنا من محطة القطار كما تتامع في الشاشة طيب هل هذه هي الوسيلة الوحيدة أم أنها فقط لأنها ستكون مجانية هي المتوفرة أكثر عن غيرها هل الخروج بسيارات خاصة بناقلات أو حافلات عفوا نعم الخروج بالسيارات الخاصة في اتجاه الطريق الدائري ثم بعد ذلك إلى الغرب هو الذي تم الإعلان عنه كطريق آمن يمكن الخروج منه والاتجاه إلى غرب أوكرانيا فإذن هناك أيضا عملية خروج للناس بسياراتهم الخاصة من هذا الاتجاه ولكن لا يوجد عملية إجلاء بالحافلات كما في المدن الأخرى في العاصمة كيف في بعض المدن هناك حافلات البلدية تأتي إلى نقطة تجمع معينة ثم تنقل الناس ولكن هنا في العاصمة لا يوجد هذا الأمر ولكن توجد بعض المؤسسات التي تنقل موظفيها وأيضا بعض المستشفيات تنقل المرضى كما في حالة مستشفى أخمديت للأطفال التي ينقل الآن الأطفال وعائلاتهم بالحافلات من هناك هذي فعاد المراسل العربية من كييف كن دائما بأمان وكن سالما شكرا جزيلا لك فر أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منذ أكثر من أسبوعين في البلاد وقالت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن بولندا وحدها استقبلت مليون ومائتي ألف لاجئ أوكراني منذ الرابع والعشرين من فبراير مؤكدة ضرورة دعم الدول التي يتستقبل اللاجئين على تحمل الأعبار قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات الطبية وصلت إلى المشفى الميدانية في لذيف وأضاف أن المنظمة زودت أوكرانيا بأكثر من 36 ألف طن من المواد الطبية منذ اليوم الأول للحرب ستألقنا 36 ألف طن من المتحدة المستخدمين في الأساس السليون نحن نتحدث مع المنطقة للحضر لتحقيق المحتاجات المتحدة لأننا في المكان الأولى نحن تحديد كثير من المستخدمات معنا من الحدود البولندية الأوكرانية مفادة العربية حسين قنيبر حسين أهلا بك إلى الرابعة سؤال دائما أطرحه عليك في كل لقاء هل من رقم معين وصلنا إليه اليوم من قبل السلطات ذلك يعطينا على الأقل بعدا أكثر لمعرفة حجم التدفق الأوكراني وحجم اللاجئين الذين دخلوا اليوم على الأقل إلى بولندا نعم عادل سأعطيك فكرة بالأرقام ولكن قبل كل شيء في الصورة نحن هنا عند معبر جديد معبر كورتشوفا لم يسبق أن جئنا إلى هذه النقطة تحديدا نحن جئنا سابقا إلى نقطة مجاورة هنا في كورتشوفا لكن لم يكن هذا العدد من اللاجئين موجودا هذا العدد كبير تعرف أن النقاط الحدودية عديدة عند الحدود بين أوكرانيا وبولندا التي تمتد حوالي 530 كيلو مترا زرنا معظم النقاط الحدودية حتى الآن ولكن فجئنا اليوم بهذا العدد الذي لم يكن موجودا قبل 48 ساعة عندما جئنا هذه هي الصورة هنا عادل أنت طبعا كنا في مراسلات سابقة معا وشهدت ما كان يحصل شهدت معي ما كان يحصل على المعابر الأخرى وعلى النقاط الحدودية الأخرى هذا مؤشر على أن الأعداد المتدفقة ما عاد بالإمكان حصر استقبالها في أماكن محددة هؤلاء الواصلون إلى هنا معظمهم أوكرانيون ولكن هناك جنسيات أخرى من غير الأوكرانيين بالمناسبة اليوم يناقش البرلمان البولندي مشروع قانون يرصد مبالغ إضافية لتقديم ضمانات اجتماعية وحماية صحية لهؤلاء القادمين إلى هنا مع محاولة إدخالهم إلى سوق العمل في بولندا ومع تقديم مساعدة مالية لكل عائلة بولندية تؤوي لاجئين أوكرانيين بالنسبة للأرقام مليون ومئتا ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا وحدها وفق الأرقام الرسمية مليون ومئتا ألف لاجئ من ضمن المليوني لاجئ الذين غادروا أوكرانيا حتى الآن وطبعا هؤلاء يستقبلون هنا في عدة مدن بولندية من بين المنتظرين هنا لو سمحت لي أكثر من 50% لو سمحت لي معي هنا أحد الذين ينتظرون أفراد من عائلاتهم القادمين من أوكرانيا مرحبا أرام حضرتك خبرتني من شوي أنك قادم من هولندا من أمستردام تحديدا قدت سيارتك على مدى 16 ساعة إذا لم أكن مخطئا وأنت تنتظر ابنتك ووالدتها أيضا القادمتين من أوكرانيا وقد أمضيطا أربعة أيام على الطريق قبل الوصول إلى هذه النقطة الحدودية هنا تفضل اشرح لي أكثر هنا نعيشين بمدينة خاركوف ومن خاركوف لحتى الحدود اللي هلأ موجودين فيها أكثر من أربعة أيام كل 300 كيلومتر أكثر من 16 ساعة ويعني كل يوم من الساعة السادسة صباحا للساعة التاسعة مساءا بالسيارة وبعدين بيناموا في الملاجئ اللي بيقدموها الأوكرانيين إليهم واليوم هلأ وقفين صار لهم أكثر من 7 ساعات على الحدود وهلأ اتصلت فيهم قالوا لي أنه لسا فيه ساعة ساعتين لبين ما يطلعوا لبرا كانوا عايشين بخاركوف طبعا ولكن هم هنا عند المعبر في كورتشوفا نعم هما أقصد موجودين هون يعني بيننا وبينهم يعني 10 كيلومتر شكرا لك أرام إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة سندخل عادل لو سمحت لي سندخل إلى المكان الذي تقف فيه طوابير طويلة صفوف طويلة من الناس حسين ويوزعون كلهم بحسب الوجهة التي سيذهب إليها وحسب الجهة التي تستقبله عادل ملاحظة حسين يعني كنت أتحدث قبل قليل مع حذيف عادل زميننا من كييف كان يقول أنه فقط من يسمح لهم هم أقل من 18 عاما وأكثر من 60 عاما من الرجال في مغادرة يعني مغادرة كييف هل نشهد ربما أعمار غير تلك من الرجال تفد إلى بولندا وتدخل بولندا من اللاجئين هل من مشاهداتك طبعا قليل جدا عدد الرجال الذين يأتون إلى هنا من أوكرانيا لأنه تماما كما قال حذيفة هناك أمر عسكري من القيادة العسكرية الأوكرانية بعدم السماح لأي شخص من الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشرة عاما ومن هم أقل من الستين عاما يعني بين الثمانية عشرة وستين عاما كل الرجال يجب أن يبقوا في أوكرانيا وكما تشاهد المعظم الموجودين هنا هم من النساء هؤلاء ينتظرون يعني على ينتظرون دورهم للصعود للحافلات لنقنهم إلى ماكنة أخرى أو أهاليهم أو ذوهم نعم تماما يتوزعون على عدة مدن بولندية وعلى عدة دول أوروبية مجاورة كل بحسب الجهة التي تستقبله هذه الحافلة ستذهب بهم أيضا إلى المكان الذي سيتوجهون إليه مع إشارة أخيرة إلى أن فليببو جراندي المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة كان زار المنطقة الحدودية هنا عند الجانب البولندي وحيم أسماه سخاء الحكومة البولندية قائلا أن حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا وضعت خططا جيدة لاستقبال اللاجئين لكن الأعداد التي تجاوزت توقعات هذه الدول ستفرد علينا بعض المشكلات كما قال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين عادل شكرا جزيلا أحسين أقنيبر موفد العربية من الحدود البولندية الأوكرانية كن بخير وكن دافئا دائما شكرا جزيلا لك أحسين الكثير من اللاجئين ترك مدينته وبيته على عجل مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مستحبا معه فقط الحاجات الأكثر الضرورة ماذا يحمل اللاجئون لحظة نزوحهم ليث بزاري يجيب على السؤال من الحدود الأوكرانية الرومانية ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون الحدود الأوكرانية الرومانية إلى الأراضي الرومانية هذه السيدة التي أتت كما تشاهدون مع حقيبة صغيرة وكيس تحمله بيدها كيس خفيف وكذلك ابنتها لاحظت أنك تحملين كيسا صغيرا وحقيبة ظهر ماذا يوجد داخل هذه الحقائب؟ هل يمكنني أن أفتح هذا الكيس لأشاهد ما بداخله؟ إذن كما نشاهد في الحقيبة التي تحمل بيدها يوجد حفاظات الأطفال لابنتها طبعا ويوجد أيضا ألعاب أطفال وقفازات طفلتها شاهدنا الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين يحملون فقط أشياء قليلة كهذه السيدة التي وصلت مع ابنتها إليسا إلى الحدود قبل قليل إذن حليب أطفال كذلك أود أن أسألها إذا كانت تحمل أشياء خاصة لها عدى مفتاح بيتها لدي أحد أشياء خاصة وأحد أشياء خاصة وكثير من أشياء هذه الحقائب التي حملت هذه السيدة عندما اعتقدت أنها ستغادر بيتها لبضعة أيام وستعود إذن هذه السيدة تستعد للانطلاق على متن مركبة لتنقلها إلى الحدود البلغارية وبعد ذلك سوف تقيم هناك لبضعة أيام أو ربما أكثر بقليل وهذا يعتمد على الحرب في بلدها أوكرانيا تحمل معها بضع حاجيات ومنها مفتاح بيتها الذي نشاهد هنا هذا مفتاح بيتها منزلها في كييف وهذا مفتاح بيت والدتها ولكن والدتها ما زالت هناك في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في العاصمة كييف ليت بزاري من الحدود الأوكرانية الرومانية رومانيا قالت وزارة الخارجية الروسية إن إدارة الرئيس فلادي مربوط منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل في حال كانت واشنطن مستعدة لذلك مضيفة أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تتعود على فكرة أن هيمنتها على العالم أصبحت من الماضي وأشارت الخارجية الروسية في سياق متصل أن واشنطن دفعت بالعلاقات الروسية الأمريكية إلى نقطة لا عودة ندد الرئيس الأوكراني فلادي مير زيلنسكي بعدم وفاء الغرب بتعهداته لبلاده على حد قوله وحمل زيلنسكي في كلمة له الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران مضيفا أن المسؤولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية أكد زيلنسكي أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام إلى النيتو متهما الحلف بالخوف من مواجهة روسيا خيبة أمل كييف من عدم وفاء حلفائها تأتي بالرغم من إعلان الولايات المتحدة نشر قواتها في أنحاء أوروبا تفاصيل توزيع القوات الأمريكية في أوروبا تستعرضها فاطمة فهد أعلنت الولايات المتحدة عن نشر الآلاف من القوات في جميع أنحاء أوروبا قبل وأثناء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لكن كيف تتوزع هذه القوات في شرق أوروبا؟ هناك حوالي 67 ألف جندي بشكل دائم في أوروبا لكن واشنطن نشرت حوالي 15 ألف جندي إضافي مؤخرا في منطقة على طول 1200 كيلومتر في الدول المجاورة لأوكرانيا وبلاروسيا تم نشر أيضا 2500 جندي أمريكي في دول البلطيق الثلاث لتوانيا لاتفيا وإستونيا هذه الدول تقع شمال أوكرانيا وتفصلها عنها بلاروسيا بالإضافة إلى نشر 10 ألاف جندي في بولندا بولندا المجاورة لأوكرانيا غربا ونشر أيضا 2400 جندي في رومانيا المحاذة أيضا لأوكرانيا من الجهة الغربية الجنوبية وهي الواقعة على البحر الأسود كما نشرت الولايات المتحدة نحو 1500 جندي في سلوفاكيا بالإضافة إلى نشر 350 جندي في بولغاريا التي تشترك مع جانب من الحدود الغربية لأوكرانيا و200 جندي في المجر مصادر لشبكة CNN قالت إن أكثر من 4000 جندي من الجيش الأمريكي الذين كانوا في أوروبا مؤقتا سيتم تمديد فترة خدمتهم وهذا طبعا في ظل التصعيد الروسي في الحرب على أوكرانيا أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تدمير الدبابات الروسية من قبل الجيش الأوكراني في ضواحي مطار ميكولاييف ترجمة نانسي قنقر من موسكو أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار قنا دكتور أهلا وسهلا بك إلى الرابعة اليوم بعد هذه التصريحات للرئيس الأوكراني هل تعتقد أن ثمت فرصة وأمل كبير في الحوار الذي سيجمع كييف بموسكو بأنطاليا برعاية تركية من الخروج من هذه العملية العسكرية وربما شكل جديد للمرحلة القادمة تحياتي سيد الكريم فيما يتعلق في التصريحات الرئيس الأوكراني باعتقاد أنه يمكن عدم التعويل عليها ولذلك نرى الخطاب المستمر الاستجداء بإشعال حرب عالمية ثالثة باعتقادي طبعا رغم وممكن تفهمه ذلك بناء على الصدمة والوعود التي تلقاها من الغرب لكن الولايات المتحدة كما بات واضحا استغلت هذه الورقة واستغلت هذه الإدارة يعني كأداة سياسية ضاغطة على روسيا الحديث هنا يعني يجري باعتقادي اليوم يعني فيه أكثر من مسار لكن المسار الأول العسكري ممكن القول أنه يعني مستمر وبإدارة روسية يعني متوازنة وضمن الأهداف يعني المنشودة وأهمها وهي تحييد الآلة العسكرية يعني الأوكرانية وإن كان بقياه بالكامل عن حلف الناتو فيما يتعلق يعني في سؤالك سيد الكريم يعني وهو المسار يعني الثاني وهو العلاقة الروسية الأوكرانية وهي لا تخضى يعني للإدارة أولا الأوكرانية هي مناطة يعني بالقرار الأمريكي وذلك أن مسألة يعني التفاوض رأيناها ثلاث جولات وكل هذه الوفود يعني التي أتت للمفاوضات هي غير مفاوضة أسطل لا تمتلك القرار السياسي لكن يعني حول حديث الذي يجري يعني وتم التوافق عليه اللقاء بلينكين يعني والوزير الأوكراني باعتقادي هي إحدى الجولات لجس النبط روسيا يعني اليوم واضح ضمن الشروط التي وضعتها ولا أعتقد أنه سيكون هناك تنازل عنها ولكن اليوم الغرب في حالة انتظار تداعي جزئيا يعني الاقتصاد الروسي وماذا مقدرة يعني الاقتصاد على امتصاص هذه الصدمات الحوار باعتقادي الفعال يعني ولنهاية أول من الأزمة الأوكرانية والملف الدولي هو فقط بين روسيا والولايات المتحدة دكتور عمار اليوم أدنيت وقال بي أن الأمور قد تكون خارجة عن السيطرة وبالتالي أيضا الغرب ينظر إلى موسكو من أنها إلى أي مدى من الممكن أن تصمد في هذه العملية العسكرية وهنا أقصد ماليا ماديا لدعم هذه العملية من سيصرخ أولا سيد الكريم بالنسبة للوضع العسكري باعتقد أنه ليس بحاجة إلى الدعم المادي يعني الحالي والكل يعلم أن تفاعلات وارتدادات الاختصادية والمالية هي ستكون يعني خلال أشهر وممكن أن تكون أكثر من ذلك فهنا يعني التعويل ما يجري اليوم في الإعلام والتصريحات باعتقاده هي موجهة أكثر للمجتمعات الغربية وذلك لتهيئة يعني وتهيئة الوضع للأوضاع الاختصادية التي نراها اليوم يعني تقول إلى مرحلة من ارتفاع الأسعار والهيجان يعني في أكثر يعني أكثر من مساحة في الولايات المتحدة وفي وفي أوروبا فلذلك يعني أنهم قد صبوا كل هذه العقوبات يعني دفعة واحدة وهي لم تختصر فقط على الاختصاد ولكن أيضا يعني بالقطاعات الثقافية والرياضية ولكن يعني كان التعويل باعتقادي أنه لمدة يعني أسبوع ممكن أن تتغير يعني أو ممكن أن يثنو يعني القيادة الروسية عن العملية العسكرية ولكن نرى أن المسألة تسير عكسيا فلذلك نرى من جديد يعني الدفع إلى العسكرة وأيضا يعني جر أوكرانيا إلى حالة الفوضى من خلال تسليح المواطنين والمرتزقة والعودة إلى مربع يعني الفشل الأوكراني والغرب اليوم ماذا يقدم حتى لأوكرانيا الصديقة بين قوسين هو فقط يزوج بها إلى حالة الفوضى والتي لا يمكن يعني الخروج منها بشكل يعني تدريجي أو بطيء يعني في المراحل القادمة لا بد أن أسألك ولكن باختصار الإجابة إذا تكرمت وقتي انتهى يعني يعذرني المنتج منتج النشر لكن اليوم العلاقة بين موسكو والولايات المتحدة كما تقول موسكو هي في أسوأ مراحلها وبالتالي ليس تم تأمل من حوار أمريكي روسي إلا بشروط وما هي تلك من وجهة نظر موسكو على الأقل باعتقاد الأمور يعني أوضح من ذلك بكثير وهي العودة لطاولة المفاوضات والتناقش على مسألة الضمانات الأمنية التي طالبت وتطالب بها يعني روسيا لغاية الآن وهي متعلقة يعني في الملف الأمني وفيما يتعلق بتمدد حلف الناتو شرقا وأيضا يعني الاستمرار بالحوار حول الاستقرار الاستراتيجي لا يمكن الحديث عن ملفات الأمنية والنووية والتسليح في العالم دون التوافق الروسي الأمريكي فهنا يعني المسألة باعتقاده أوضح يعني ولكن يعني نحن أمام معادلات اليوم يعني الولايات المتحدة تحاول يعني تبرير أو تمرير مصالحها الجيلوستراتيجية من خلال يعني المنطقة الأوروبية وإشعال يعني هذه الحروب أو المناوشات العسكرية لإضعاف روسيا سياسيا وإقتصاديا وفي نفس الوقت يعني إضعاف المنطقة أو الاتحاد الأوروبي ونرى أن اليوم يعني الاتحاد الأوروبي لا يمتلك يعني بالكامل حرية القرار السياسي دكتور شكرا جزيلا لك دكتور عمار قناة من موسكو أستاذ العلوم السياسية يعطيك العافية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض منشأة نووية ثانية في أوكرانيا للقصف وكشفت عن تلقيها تقارير تفيد بقصفها بقذائف المدفعية حيث وقع ذلك يوم الأحد وألحق ضررا بمركز للأبحاث النووية في مدينة خاركيف الأوكرانية لكنها أشرت إلى عدم تسجيل زيادة في مستويات الإشعاعات في الموقع وأوضحت الوكالة أن معهد خاركيف للفيزياء وتكنولوجيا الذي أصيب بالقصف ينتج مواد مشعال تطبيقات طبية وصناعية وطمأنت الوكالة إلى أن مخزون مركز الأبحاث النووي من المواد المشعة منخفض للغاية لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رابايل جروسي أشار إلى أن عدة حوادث كهذه شهدتها أوكرانيا تعرض أمن المواقع النووية للخطر نتوقف الآن مع تأثيرات العملية الروسية على الاقتصاد العالمي حيث أوقفت بورصة لندن للمعادن التعاملات على معدن النيكل صباح اليوم بعد أن قفزت الأسعار بأكثر من 110% مخترقة حاجز المئة ألف دولار للطن لأول مرة في تاريخه وأدى هذا الارتفاع إلى عدم مقدرة وسطاء التداول لتقطية مراكز بيع مكشوفة ما أدى إلى خسائر فادحة يذكر أن روسيا هي ثالث أكبر مصدر في العالم لمعادن النيكل الذي يدخل في صناعات عديدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والعملات النقدية اشتركوا في القناة هذا الخبر العجل الذي أمامكم الرئيس الطيني للرئيس الفرنسي وكذلك المستشار الألماني يجب مراعاة المخاوف الأمنية لكل الدول حذر نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزندر نوفاك من عواقب كارثية على السوق النفطية في حال تم حذر صادرات روسيا من الخام وأشار نوفاك إلى أن الأسعار قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل في حال فرض العقوبات مؤكدا أن استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام ولفت نوفاك إلى أن أوروبا تدفع موسكو لوقف تسليم الغاز عبر نورد سريم واحد لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر قال وزير الطاقة الإيطالي روبيرتو سينجولاني إن بلاده ستستغني عن الغاز الروسي خلال سنتين مضيفا أن الحكومة تبحث عن بداء لتقطية نحو نصف الاحتياجات من الغاز بحلول الربيع وأكد الوزير الإيطالي أن بلاده تعتمد على واردات الغاز الروسي بنحو 40% من إجمال واردات الغاز إلى إيطاليا في ظل المخاوف على سوق الطاقة مع التهديد بفرض عقوبة على الإمدادات الروسية التقى منتج النفط السخرية الأمريكي مع مسؤولين من أوبيك وخلال هذا الاجتماع أشار أمين عامي أوبيك محمد باركندو إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوض الحظر المحتمل على النفط الروسي وأن العالم يواجه تهديدا محتملا للإمدادات من روسيا وأكد باركندو أن أوبيك تسعى دائما للتأكد من ضمان أمن الإمدادات في العالم في وقت يواجه فيه هذا العالم تحولا عالميا فيما يتعلق بانتقال الطاقة موضحا أن المنظمة في المرحلة الأخيرة من إعادة خمسة ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية من تخفضات المعروض التي أعقبت الجائحة ينضم إلينا من الظهران الباحث في أمبريال كوليج لندن الدكتور يوسف الشمري دكتور حياك الله يعني اليوم نتحدث عما كان سابقا في أن أمن الطاقة هو الذي لن يمس في هذه العملية العسكرية مهما اختلف الغرب عن روسيا وكذلك أمريكا هل سنواجه خطرا أكبر لإمدادات الطاقة خلال المرحلة القادمة وقبل انتهاء الشتاء على الأقل مهلا وسهلا أخي وسعيد في الحديث مع العربية طبعا هو مسألة المحتمل على النفط الروسي طبعا هو نوعا ما وارد على الإدارة الأمريكية لكن هناك شيء هنا يجب أن نبيل لها أنه أصلا العقوبات المالية الفردة هي العقوبات الأسوف والعقوبات الأخرى أدت إلى نوعا ما من العزوف عن شراء النفط الروسي فحاليا النفط الروسي يتداول في تخفيضات من 10 إلى 20 في السعر الدولي فهنا الروسي حوالي تصدر حوالي أكثر من 4 مليون بامير أقل شيء يذهب إلى الصين فأنا أتصور أنه جالس نعيش مسألة هو نوعا ما تحاكي هناك في حضر رسمي من الولايات المتحدة لا أتوقع أن يتغير المشهد بشكل كذلك زي اليوم أوروبا التي تعتمد دولها على تقريبا 70% من الغاز الروسي لا نتكلم اليوم عن النفط كيف يمكنها تعويض ذلك هل من دول أخرى تسد مسد روسيا هو الحقيقة أخي الواردات اعتماد للقاوة الأوروبية على الغاز الروسي من 35 إلى 40 بالبئة لو كان هناك طبعا حضر مثلا أو مثل النورسي هددت بإيقاف موادات الغاز الأوروبة هنا سيتضر الجانبين أنها تذهب إلى القاوة الأوروبية حاليا عليهم عقوبات مالية فكيف يعرضوا الخسائر والقاوة الأوروبية محتاجها للمسألة أمن الطاقة لكن القاوة الأوروبية ممكن تتخذ أرارد أسحى القاوة حاليا لديهم قد يؤثر هذا على التزاماتهم في مسألة التغيير والمناخ لكن نحن في وضع نوعا ما نعيش في أشبه حالة حال في الحقيقة فأتصور هذا أسفل الأوروبية حاليا المسألة الأخرى أنه يفكه في تعزيز دور الطاقة النوروية وهناك أيضا مشكلة تعيشها الطاقة الأوروبية أنه ليست هناك سياسة طاقة موحدة مثلا في فرنسا الوضع من الكهربة في فرنسا ستجي من الطاقة النوروية لكن في ألمانيا الوضع مختلف نوعا ما فأتصور يحتاجوا أيضا في أوروبا أن يكون في توحيد نوعا ما للطاقة الأوروبية يمكنوا من تقليل اعتمادهم على الغاز الأوروسي في المستقبل البعيد يجب أن يبحثوا عن بداء الممكن النوويج خطر ومنتجين كبار ومنتجين الغاز في العالم هل ستكون سعر التكلفة ستكون أيضا سهولة النقل ووصول إلى أوروبا هذه كلها ليست في الحسبان طبعا بالحسبان لكن لما تأخذ التكاليف الأخرى التي هي مسألة أمن الطاقة والتهديدات الروسية على الأمن في المنطقة فأعتقد هذه تأخذ بالحسبان هناك أيضا تكلفة في أن يكون القاولة الأوروبية معتمدة على واردات الغازة الروسية في وقت الحاضر فهذا المسألة المسألة الأولى المسألة الثانية الفحم مع تعويض انبعاثات الكوبون بتقنية تفصل وتخزين ثاني كسب الكوبون أعتقد هذا أسهل حل في الوقت الحاضر طيب أنا أيضا أسألك لأن الناس تتحدث بأن اليوم نوفاك تحدث أيضا عن وصول سعر البرميل للنفط إلى 300 دولار كذلك كيف سينعكس على السوق العالمية وهل هذا بالفعل منطقي أنه يوصل 300 شوف هناك تصاريح سياسية طبعا عندما تجدون أوروبية والغرب يهددون روسيا يجب أن روسيا تتحدث نوعا ما هذه عايشينها من أسبوعين دكتور من النواحي الفنية حاليا الأسواق تستعيش حالا من أنه قلق من انقطاع الامدادات روسية تجاوز نوعا 130 دولار لو كان هناك حضر فعلي أعتقد أنها ستزداد بشيء بسيط لكن روسيا عندها الحليف الصيني قد تزيد الصين من شراءها للنفط روسي حاليا في أربا في عزوف عن شراء النفط روسي فلا أعتقد أن سيتغير المشهد بشكل كبير لا أعتقد أن تصل الأسعار إلى 300 دولار لكن أعتقد تزيد نوعا ما قد تصل إلى 150 دولار لو تم حضر النفط روسي لكن عندهم الأسواق دكتور اليوم كمية عملية ضغط النفط وبالتالي خروج في حال أنا أتكلم في حال خروج روسيا من تصدير نفطها هل العالم أيضا قادر على تعويض هذا النقص سياسيا في يعني حوارات لكن عملية ضغط كميات أكبر من الطاقة أو من البترول قادرين هذه الدول المنتجة لا أشوف طالعامك أوبك طبعا بيّن الأمير العام أعتقد الولايات المتحدة ستتجه إلى فنزويلا وإلى إيران فأعتقد قد تكون هناك في حلول سياسية مدفوعة طبعا بالأزمة التي تعيشها حاليا القاوة الأربية بحيث أنه النفط الفنزويلا وبالتالي يعوضوا عن نقص مليونين أو أكثر في الأسواق فأعتقد هذا الذي ستوجهه للإدارة الأميركية لو اتخذت القوار في حظر النفط طيب بايدن يقول بعد نحو ساعتين يستعد لحظر النفط الروسي أعتقد 20% تقريبا أمريكا تستورد من روسيا دكتور إذا ما كانت معلوماتي دقيقة تستورد نوعا ما من الغاز النيورس لكن الاستيراد الولايات المتحدة كله ما يتجاوز على فكرة 5 مليون برميل والصادرات عنده 3 مليون فالنت لو تقول نت حوالي كله 3 مليون برميل اللي هو مجمل للواردات الأمريكية فاستيراد جدا بسيط مقارنة في استيراد في الفترة السابقة أيضا لا تنسى الولايات المتحدة نفس ممكن تفعل الانتاج الزيت الصخري وبالتالي يتقلل اعتمادها على النفط الروسي من ظهران الباحث في إمبريال كوليج لندن الدكتور يوسف الشمري شكرا جزيلا لك قصصناه لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض قبل ساعتين تقريبا حيث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان في استقبال الرئيس السيسي وسيعقد الرئيس المصري مباحثات مع القيادة السعودية تتناول الأوضاع في المنطقة والعلاقات السياسية والاقتصايدية بين البلدين إضافة للأحداث العالمية الحالية كما يجري الرئيس المصري زيارة لمعرض الدفاع العالمي الذي يقام في الرياضة في إطار استمرار التنسيق بين السعودية ومصر لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى القطاعات تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية وخفض البطالة وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة خلال العام الماضي ارتفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليسجل 7 مليارات و200 مليون ريال وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال ونظراً لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والقوة العاملة منخفضة التكاليف تتواجد حالياً نحو 6.285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وتعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطات الأجنبية لمصر خلال جائحة كورونا إذ قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري إضافة إلى تمديد ودائع سابقة بقيمة مليارين و300 مليون دولار في المقابل وجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية إذ تبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4 مليارات و400 مليون ريال تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية والتشيد من المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها وتمكن البلدين من تحقيق مستهدافاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء محمد زهير العربية ينضم إلينا هنا في الستوديو رئيس مجلس الأعمال السعودية المصرية من الجانب السعودي طبعاً بندر العمري وكذلك ينضم إلينا من القاهرة والسادة العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أهلاً بكم أبدأ أولاً هنا ضيفي في الستوديو ليسألك عن حوار مالي بين السعودية ومصر حقيقة لفتني أن هذا الحوار المالي كيف سيكون على ماذا سيستند وأهم نقاط إذا كان هناك معلومات بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أشكر مشاهدي العربية أشكرك أخي عاد اليوم مصر السعودية ومصر هم جناح الأمة العربية أو جناحين الأمة العربية والمفترض لليوم الاستثمارات السعودية المصرية تكون في أعلى مستوى لها هذا ما يتمنى كل مواطن سعودي وقيادات البلدين اليوم دعم مولاي خادم الحروين الشريفين وسموه سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع حجم هذه الاستثمارات اليوم عندنا أكثر من ستة الاف زي ما ورد في التقرير شركة سعودية بأموال سعودية في مصر عندنا حوالي تقريبا استثمارات بأكثر من ثلاثين مليار استثمارات مصرية هنا بأكثر من مليار وثممية مليون وعندنا القدرة اليوم بدعم سيدي ولي العهد على ضخ استثمارات تتجاوز العشر اثنى عشر مليار دولار الآن جالسين كثير من رجال الأعمال يتفاوضون ويحاولون السعودية ومصر هي محط أنظار العالم وليس السعودين والمصريين للاستثمارات في البلدين ليش أول شيء رؤية سيدي ولي العهد اليوم لدينا رؤية إلى عشرين ثلاثين فيه دعم حكومي غير مسبوق فيه تغيير في التشريعات غير مسبوق دعم في كل القطاعات واليوم نحن كسعوديين سراحة نستغل هذا الدعم السعودي كذلك دعم من فخامة الرئيس وحكومته لدعم الاستثمار الأجنبي ودعم في مصر البنية التحتية المصرية التشريعات المصرية اليوم فيه دعم يوجد تحديات في مصر وفي السعودية ولكن المريح أن التحديات هذه تتغير بسرعة قصوى بأجاذبة نقدر نقول جدا جاذب خلينا أنتقل إلى ضيفي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي الدكتور طارق يعني الزمان والمكان والظرف الاستثنائي في العالم قراءتك لهذه الزيارة على الأقل خلينا نقول تناولنا الجانب الاقتصادي ماذا عن الجانب السياسي بالتأكيد طبعا العلاقات المصرية السعودية في محتوىها السياسي فيه توفقات كبيرة وتطابق في كثير من الملفات في الإقليم في زل تأكيد القيادة المصرية والقيادة السعودية على وجود مخاطر وتحديات تواجه النظام الإقليمي العربي وبالتالي فيه حاجة إلى تنصيق مصر سعودي على أعلى مستوى خصوصا في القضايا العربية وأنا في تقديري أهمها بطبيعة الحال التهديدات الإقليمية لأمن الإقليم هناك ظروف تتطلب إتمام هذه الزيارة في هذا التوقيت الموضوع النووي الإيراني الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والقوى الخمسة وإيران تداعيات وارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية على أمن الإقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وملفات أخرى وبالتالي التنصيق السعودي المصري يأتي في هذا التوقيت لأنه بالفعل السعودية ومصر هم رأس الحرب للنظام الإقليمي العربي والتوافق في هذا التوقيت مهم جدا لنقل رسالة للأطراف الإقليمية والدولية أن السعودية ومصر حاضرة بقوة في كل هذه التطورات سواء تمس أي ارتدادات محتملة بالنسبة للقضية الأوكرانية بالإضافة إلى تنمية وتنشيط العلاقات الاقتصادية لأن العلاقات الاقتصادية علاقات مستقرة وبطبيعة الحال بالفعل هناك تطورات في داخل البلدين مهمة جدا بتجذف فرص استثمار مصر أيضا لديها قانون استثمار قيد هذا ما تحدث عنه الأستاذ بندر فقط لأقف عند هذه النقطة دكتور طارق وأسأل ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ بندر العامري اليوم التحديات العالمية هل تفرض على مصر والسعودية تنسيقا اقتصاديا لمجابهة أي تطورات اقتصادية لاحقا اليوم ثبت العالم العربي خاصة والخليجيين خاصة أنه اليوم الاستثمارات خارج الوطن العربي وخارج دولتك أو وطنك هو مخاطرة كبيرة وانتوا شايفين الأموال رؤوس الأموال الروسية والرجال الأعمال والشركات الروسية كيف تم الحجز عليها من جميع دول العالم للأسف يعني وخاصة الاتحاد الأوروبي وسويسرا اللي كانت آمنة أنا أقول اليوم أكثر بأجاذبة في الشرق الأوسط وفي العالم هي منطقة الشرق الأوسط السعودية ومصر هي بدت بثورة اقتصادية الآن يجب على رجل الأعمال السعودي المصري العربي الاستثمار في هذه الدول و لجذب الاستثمارات السعودية اليوم في مصر أو في السعودية مفتوح كل المجالات وكل القطاعات فاليوم فرصة لرجل الأعمال وشركات الأجنبية والسعودية هذا على الجانب الاقتصادي الدكتور طارق فهمي المواقف تتعقد بين يوم وآخر هل تمت تطابق على الأقل نستطيع أن نقول أو تنسيق مبدئي بين السعودية ومصر حيال المتغيرات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتطورات الموقف خاصة بين أمريكا والمعسكر القادم الجديد روسيا ذا جهز التعبير بالتأكيد طبعا فيه توافق وتطابق فيه مجمل القضايا العربية والإقليمية حتى الأزمة الأوكرانية هناك مساحة كبيرة من التلاقي في الموقفين المصري والسعودي حضرتك تعلم أن هناك مقربة سعودية تجاه روسيا تجاه الولايات المتحدة تتسم بالتوازن والتوافق والاعتبارات متعلقة طبعا بطبيعة ما يجري فيها الإقليم أيضا القاهرة تربط علاقات جيدة مع الطرفين لكن أتحدث هنا حضرتك عن الارتدادات الأزمة عالميا على الإقليم بأكمل وبالتالي ليست القضية إحداث توازن في نمط العلاقات السعودية المصرية مع المحيط الإقليمي والدولي فقط لأن الدولتين كبيرتين وهم زي ما قلت رأس حرب للنظام الإقليمي العربي الأمر بتطلب ضرورة أن يكون هناك استراتيجية تحرك على أعلى مستوى في هذا التوقيت لتهميش أي ارتدادات سلبية على أمن الإقليم وبالتالي التنسيق المصري السعودي مهم لأنه بيحدد المواقف العربية بصلة النظام الإقليمي العربي محورها الرياض والقاهرة وبالتالي علينا أن ننتبه أنه محاولة أي رصد للتحديات في الأزمة الأوكرانية الروسية بطبيعة الحال ستصيب العالم بأكمله ولكن التنسيق العربي ممثل في موقف السعودية ومصر سيقف حائط صد أمام كثير من الارتدادات السلبية على أمن الإقليم ولا تنسى حضرتك أن لدينا توفقات عديدة في ملفات الإقليم الأخرى سواء التسويات الموجودة فيها الإقليم والتي يتم بصورة أو بأخرى التنسيق حتى على مستوى الأطراف الإقليمية إعادة طرح السعودية لفكرة المبادرة العربية مثلا على سبيل المثال في موضوع القضية الفلسطينية في إحياء العمل العربي المشترك التأكيد على المواقف العربية السابقة تعتقد موقف السعودية ومصر موقف واضح وراصخ ومهم في هذا التوقيت شكرا جزيلا للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة شكر موصول أيضا لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري من الجانب السعودي طبعا بندر العامري يعطيك العافية شكرا لك أخو العادل شكرا وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان على نظام الأحوال الشخصية أحد مشروعات الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي في وقت سابق ويعتبر نظام الأحوال الشخصية ثانية المشروعات صدورا بعد نظام الإثبات وتستهدف السعودية من خلال هذه الأنظمة تطوير البيئة التشريعية والقضائية بما يتناسب مع المرحلة الحالية نبقى في الرياضة التي تعيش اليوم ثالثة من معرض الدفاع العالمي وشهد المعرض إعلان وزارة الدفاع السعودية اليوم عن توقيعها عشر عقود مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الخدمات الدفاعية بقيمة بلغت سبع مليارات ريال كما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن 22 اتفاقية اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات بقيمة بلغت نحو ثمانية مليارات ريال أعتبر مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري في حديث الليئة العربية أن انطلاق معرض الدفاع العالمي يعد فرصة للتواصل بين كافة القطاعات العسكرية مشيرا إلى أن الهدف من جميع العقود الموقعة في المعرض دعم التوطين العسكري نحن سعيدين جدا الحمد لله بتحقق الحلم بإطلاق معرض الدفاع العالمي وهو فرصة كبيرة للتواصل بين جميع القطاعات المهتمة بقطاع الدفاع والتصنيع العسكري وما إلى ذلك توجيهات القيادة اللي أحفظها هو التركيز على موضوع التوطين وفعلا هذا جزء أساس في جميع العقود اللي وقعناها أنا من معرض الدفاع العالمي في الرياض مراسل العربية نواف عزيز نواف أهلا بك ما هي آخر الأجواء نحن نرى 15 مليار ريال قيمة صفقات ومشاركة أيضا ماذا أيضا في هذا المعرض؟ نعم عادل أهلا بك في الحقيقة تستمر أعمال معرض الدفاع العالمي في يومه الثالث هذا الحدث الضخم الذي جمع آلاف المختصين وصناع القرار وأيضا الشخصيات الهامة في مجال صناعة الأسلحة تحديدا الصناعات الدفاعية هذا المعرض وفر فرصة كبيرة لهؤلاء الذين جاءوا بحثا عن الفرص والشركات من خلال الشركات العالمية التي جاءت من مختلف دول العالم لعرض منتجاتها وتقديم الخدمات في المجالات الدفاعية والعسكرية في مجالات الدفاع في البر والجو والبحر أيضا والفضاء وأيضا أمن المعلومات يوم أمس كان هناك اتفاقيات كبيرة وقعت من قبل العديد من الجهات الحكومية وزارة الاستثمار كانت نشطة جدا في معرض الدفاع العالمي وكان هناك 12 اتفاقية وقعت لبحث الاستثمار في السعودية وجذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأسلحة لتكون السعودية مقرا إقليميا لها إضافة إلى أهداف عدة لدى وزارة الاستثمار مثل توطين الصناعة وتنمية القدرات البشرية المتخصصة في الأسلحة وصناعتها أيضا الهيئة العامة للصناعات العسكرية أبرمت أكثر من 22 اتفاقية كمشاركة صناعية مع العديد من الشركات العالمية لتوطين أيضا دعم هدف التوطين في هذا المجال اليوم وزارة الدفاع هي العنوان الأهم لمعرض الدفاع العالمي وهي أيضا شريك رئيسي في معرض الدفاع وقعت اليوم عقود مع عشر شركات محلية وعالمية أهم هذه الشركات والأعلى عقدا هي شركة هانوها الكورية التي حظيت بعقد بثلاثة مليارات ريال سعودي لخدمة قطاع القوات البرية السعودية وتنمية القدرات الدفاعية لديها وأيضا هذا الهدف يدعم التوطين وأيضا سلاسل الإمداد المعرض مستمر المشاركة كما نشاهد نحن على أحد مداخل معرض الدفاع العالمي في يومه الثالث يوم أمس بلغ عدد الزوار للمعرض أكثر من ستة عشر ألف زائر كما ذكرت عادل أن الزوار يأتونهم فقط من المتخصصين والمهتمين وصناع القرار وأصحاب الشركات أيضا لا نغفل جانب الشركات المتواجدة التي حظيت بفرص كبيرة وطلبات شراء من مختلف الوفود العسكرية التي تواجدت فيها المعرض منذ انطلاق المعرض نعم نعم عادل يبدو أن نواف ما يسمعني نواف عزيز مراسل العربية هناك العديد غدا وزارة الدفاع ستعقد العديد من الاتفاقيات شكرا جزيلا لك حتى الآن نحن بانتظارك وإن شاء الله تكون معنا غدا لنتحدث عن هذه الاتفاقيات العشرة التي تحدث عنها شكرا جزيلا لنواف تغطيتنا للعملية العسكرية الروسية مستمرة ونستعرضها معا لأبرز العواجل التي وردتنا قبل قليل منها أعلان وزارة الدفاع الروسية أن عشر ممرات آمنة في أوكرانيا بموجب الهدن المؤقت ستكون عاملة أيضا رغم بعض الخروقات التي تحدثنا عنها في بداية هذه النشرة وفي نشرات سابقة تلتقيكم أزميلة ميسون عزام في نشرة الخامسة بعد لحظات أماننا فأشكركم دمتم في رعاية الله وحفظه يا مالكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر